فالواقع هو أن الإصلاحات الحقيقية لا يمكن أن تأتي فقط عبر الانتخابات عبر مجهودنا يجب أن ندعم الحقوق الأساسية التي تسمح للجميع أن يتكلم بحرية وأن ينفذ إلى الإنترنت والمعلومات وسندافع عن حق الصحافيين ليسمعوا صوتهم إن كانوا يعملون بشكل فردي على الإنترنت والمدونات أو بشكل علني لا يمكن أن تخفى الحقيقة وشرعية الحكومات تأتي عبر إعطاء المعلومات للمواطنين فهذا الخطاب الحر لا بد منه حتى لو أن ما يقال أحيانا لا يتفق مع ما نؤمن به نحن أمريكا تحترم حق الجميع حق إسماع كل الأصوات السلمية حتى لو لا نتفق معها وأحيانا نحن لا نتفق بتاتا مع بعض هذه الأصوات ولكننا نتطلع إلى أن نعمل مع كل من يعمل من أجل ديمقراطية تضم الجميع وما نعارضه هو محاولة أي مجموعة بمنع الآخرين وبقمعهم وبعدم التاهدن معهم لأن الديمقراطية لا ترتكز فقط على الانتخابات ولكن أيضا على المؤسسات القوية والخادعة للمسائلة والاحترام حقوق الأقليات ترجمة نانسي قنقر